أزاني المشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم في الأعماق هذه الحلقة خصصناها لنصائح للزوجين وسنتكلم عن موضوع السعادة في بيوتنا كيف نختبر الحب الحقيقي في بيوتنا كيف لا تؤدي لاختلافات إلى خلافات ومواضيع أخرى سنتحدث فيها معنا في الستوديو جناب القصعبد أهلاً وسهلاً بك جناب القصعبد والحقيقة نحن نشكرك على حضورك معنا لكن قبل ما نكمل أو نتناقش في هذا الموضوع المهم دعونا نأخذ فاصل قصير ونعود أعزائنا المشاهدين عدنا لنكمل حديثنا عن هذه الحلقة التي خصصناها لنصائح للزوجين جناب القصعبد من أشكرك ونسأل السؤال الأول الذي نحب نعرف من حضرتك هل هناك علاقة بين المحبة والسعادة؟ بالطبع هناك علاقة بين المحبة والسعادة لكن قبل أن أجيب على هذا السؤال ياريت نقرأ من الكتاب المقدس بعض الآيات عن الأسرة بسفر المزمير مزمور 128 نقرأ هذه الآيات المباركة يقول طوبى لكل من يتقى الرب ويسلك في طرقه لأنك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك هكذا يبارك الرجل المتقي الرب يبارك الرب هذه الكلمات المقدسة نعم فسؤالي لحضرتك كان هل هناك علاقة بين المحبة والسعادة؟ آه بالطبع هناك علاقة بين المحبة والسعادة لدرجة أنه من الصعب تلاقي واحدة ما تلاقيش الثاني يعني اللاجات المحبة هتلاقي السعادة جنب منها وللاجات السعادة هتلاقي المحبة كانت جنب منها لذن العلاقة الوثيقة بين المحبة والسعادة أنه لا سعادة بدون محبة وده أردنا أن تكون بيوتنا سعيدنا وأحوالنا سعيدة يجب أن يكون عندنا حب كل ما كان عندنا محبة للآخرين ولبعضنا البعض كل ما كان عندنا نوع من السعادة متقدم ومتيسر أمامنا لأنه في ناس بتقول أنه نعم في محبة في البيت لكن لا نشعر بالسعادة يعني نعم في وجود محبة لكن مش موجودة السعادة لا نشعر بها إيه السبب؟ السبب أنه المحبة بتكون من جانب واحد واحد الرجل بيحبه مراته ومراته ما بتحبه كيف بدي يكون السعادة؟ أو المرأة بتحب جوزها وجوزها ما بيحبها ما بيكون في سعادة عندما تكون المحبة من جانب واحد لا تكون هناك السعادة يعني زي الكهرباء التيار السالب والمجب إذا الاثنين مع بعض ما في يكون عند ضوء أو عند حرارة فبالمحبة يجب أن تكون بين الزوج والزوجته وبين الزوجة وزوجها حتى تكون عندي سعادة تكون المحبة مترابطة بين قلوب المحبين ونقدر نقول دلوقتي جانب الأسيس طب كيف نختبر المحبة الحقيقية في بيوتنا؟ كيف نختبر المحبة الحقيقية في بيوتنا؟ طبعا الأشياء هاي بالإحساس يعني أنت بتحس أن بيتك في محبة أو ما في محبة ودايما المحبة يجب أن تكون ظاهرة وطاهرة وباهرة يجب أن تكون ظاهرة يعني إذا المحبة موجودة وما أظهرتها يبقى ما أختبرها إذا نختبر المحبة عندما نظهرها واحدنا الآخر بالكلمة الطيبة أو بالإشارة أو بالمقابلة الطيبة أو بالمعانقة أو بالابتسامات فيجب أن تكون المحبة موجودة فقط عند ظاهرة إذا أنا ما أظهرتها أو غير ما أظهرها كأن المحبة غير موجودة حضرتك بتقول ظاهرة وبعدين طاهرة وباهرة كيف تكون طاهرة كمان؟ طاهرة يعني غير مغرضة يعني أنا مش أحبك عشان الجنس أو أحبك عشان أنت تعطيني شيء ما لا أنا أحبك لذاتك لا أحبك لهباتك ولا لصفاتك أنا أحبك لذاتك لأجلك فالرجل أن يحب زوجته لأنها زوجته مش أحبه لأنها جميلة أو أحبه لأنها مطيعة وفرض تغيرت أو لأنها غنية أو لأنها غنية فلاجب أن يكون المحبة للذات وليس للذات المحبة للذات وليس للذات ممتاز وكيف تكون باهرة جنب الأسيس باهرة يعني كبيرة مبينة مش بسيطة وضعيفة لا تكون باهرة يعني لما نحب نحب بشدة تحبوا بعضكم بعض بقلب طاهر بشدة هكذا يقول الكتاب المقدس حبوا بعضكم بعض بقلب طاهر بشدة فإذا ما كان بشدة تبقى ضعيفة وكأنك أنت لا تحب ممتاز جنب الأسيس الحقيقة احنا فعلا بنلاحظ في الكتاب المقدس تعليم حقا وبنتعلم من تعليم الكتاب المقدس لكن هل هناك علامات تبدد الحب أو المحبة بين الزوجين ايه هي العلامات دي اللي بتؤدي إلى تبديد المحبة بين الزوجين أولا غياب الرومانسية كنا بنتقابل مع بعض بشوق وبلطف وبمودة وهيك غياب بطل صار لقاء نجاف فغياب الرومانسية هو بيبدد المحبة هو بيبين أن المحبة ابتدت تتبدد ثانيا التواصل كنا بنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونتفاهم ونأخذ ونعطي صار ما فيه تواصل كل واحد حاله وكل واحد مشغول بحاله فثانيا غياب التواصل أيضا عدم فهم كل واحد لاحتياج الآخر أنا مش عارفة شو أنا بدي منها وهي مش عارفة شو أنا بدي منها فإذا عدم فهم احتياج الآخر هو بيكون من علامات تبدد المحبة بعدين بيجيني الصمت كنا بنقعد ساعات مع بعضنا تسامر والوقت يجري بسرعة هلا فيه صمت بيننا وبين بعضين نشوف بعض ما بنتكلم فالصمت هو دليل تبدد العلاقة أو تبدد العاطفة بين الزوجين أيضا بيجيني فتور الجنس كان فيه شوق للطرف الآخر صار فيه فتور من ناحية جنسية فهنا أيضا من علامات تبدد العلاقة بين الزوجين وأخيرا بيصير في تعايش كاذب أنا عايش معها مشان الأولاد وهي عايشة معي مشان الأولاد ومشان كلام الناس وخلي الحياة تمشي فهذا يسمو تعايش كاذب قدام الناس بنتعامل بمودة لكن مع بعض الوحدين بنتعامل بجفاء وطبعا هذا من ضمن تبدد العلاقة الزوجية وأخيرا الرفض الصريح بقول لها ما بدي إياك أو تقول لي ما بدي إياك فنبتدي من الغياب الرومانسية وضعف التواصل وعدم اللقاء بشوق وتبدد الناحية الجنسية إلى التعايش الكاذب وإلى الرفض الصريح بيكون هذا آخر علامات تبدد المحبة بين الزوجين يعني بنقدر نقول لكل المشاهدين إن لو ظهرت هذه العلامات في بيتك في بيوتنا ده معناها إنه صار تبدد للمحبة أو للحب بين الزوجين هل ده شيء مثالي جناب الأسيسي؟ يعني أشياء دي مثالية ولا حلو بنتكلم عن واقع؟ يعني واقع إحنا نقدر نعيشه أو شيء خيال إحنا بس بنتكلم به؟ لا بالحقيقة خاصة علم الاجتماع وعلم النفس ما هو من الواقع أشياء اختبارات وبعدين طلعوا منها النتائج فهذه أشياء حادثة بين الناس ولو الواحد يلاحظ نفسه ويراقب هشوف نقطة نقطة بتمشي الأمور هاي لكن إذا ما بيلاحظ نفسه هم بيختلف الموضوع لكن هذه أشياء عملية إحنا بنختبرها وبعدين بيكتبوا ما يجب أن يعملوا الإنسان في مختلف مراحل الحياة العاطفية بين الرجل والمرأة طيب جنب الأسيس السؤال كمان المهم لأنه في فرقات لا ما نقدرش ننكر أنا أسف ننكر أنه في فرقات نعم يعني الفرقات دي فرقات مختلفة بين الرجل والمرأة هل هذه الفرقات بتجعل في تباعد بينهما؟ هو بالطبع عموما آه يعني في صفة عامة الفرقات ممكن تعمل تباعد لكن إذا كان الرجل بعمق يفهم مراته ويفهم احتياجاتها ويفهم الفرقات بين الرجل والمرأة والمرأة تفهم الفرقات بين الرجل والمرأة يبقى راح تتعمل نوع من الارتصاق أكتر وأكتر يعني المشكلة أنه ما بنعرف أو ما بنتعمق عشان هيك بيصير في تباعد لكن عندما نفهم الفرقات وهي فرقات طبيعية أولا عندي نوعين من الفرقات رئيسيات فروق بين الرجل والمرأة بين الجنس الرجل هذا ذكر وهذه أنت وكل واحد له ده فرق مهم له فرقات فرقات اجتماعية وفرقات مزاجية وفرقات نفسية وفرقات جنسية كل هذه الفرقات بتعمل على التباعد لكن إذا أنا فهمتها بتقرب أكتر إلى الطرف الآخر وهو أيضا يتقرب أيضا فيه فرقات من البيئة لبيئة هي تربيت في بيئة مختلفة وأنا تربيت في بيئة مختلفة فعندنا نوعين من الافتراقات افتراقات في الجنس بين ذكر وأنت وفرقات في البيئة وفرقات في البيئة بين بيئة وأخرى بيئة لرجل وبيئة لإمرأة أو بيئة في عائلة معينة وبيئة في عائلة أخرى فهذه الفرقات قد تعمل على التباعد إذا ما استدركناها أما إذا استدركنا الفرقات وفهمناها وقدرنا نتجاوب معها تعمل على الاتصاق أكثر وأكثر عايزين نوضح النقطة دي جنب الأسيس لأنه نقول إحنا مثلا أنه بنقول هناك فرقات لما يكون الزوج والزوجة من نفس البلد أو من نفس القرية أو من نفس المدينة يقول لك إحنا عايشين في نفس المكان يعني إيه الفرقات اللي بتبعد عنها حضرتك بتكلم عن البيئة هل تقصد أنه من دولة لدولة ولا ممكن يكون في نفس القرية أو نفس المدينة هناك يعني بيئة مختلفة هو طبعا إذا كان من دولة لدولة بتكون الفرقات واضحة وتكون كتيرة إذا كان من دولة لدولة ممكن لكن أفرض أنهم من قرية لقرية الأب والأم بيعملوا الفرقات الأب والأم بيعملوا البيئة حتى من نفس البيئة فيه أب وأب من الجهة هاي وأب وأم من الجهة الثانية اللي اتنين بيعملوا بيئات مختلفة حسب ما تربى الواحد عشان كده إحنا خلينا نكمل حديثنا مع هذا الموضوع الهام أعزائنا المشاهدين الكرام خلينا ناخد فاصل قصير ونعود لنكمل حديثنا على هذا الموضوع الهام تابعونا أعزائنا المشاهدين عدنا لنكمل حديثنا في هذا الموضوع الخاص وهو نصائح للزوجين جناب الأسيس عبد إحنا كنا قبل الفاصل بنقول أن هناك فروقات فروقات مختلفة بين الزوج والزوجة وقلنا أنه مش لازم تكون أنه من دولة غير الدولة عشان يكون فيه فروقات وحضرتك كنت بتوضح لنا أنه الاثنين عايشين في أسرة يعني مختلفة فهل معنى أنه حتى ولو كانوا عايشين في قرية أو في مدينة هناك فروقات مختلفة؟ آه بالطبع هناك فروقات مختلفة حتى لو كانوا الاثنين عايشين في نفس القرية لأنه في عندك فروقات اجتماعية وفي فروقات روحية ممكن تكون فروقات نفسية فروقات جنسية بين الرجل وامرأة فكل الفروقات هاي مجتمعة موجودة حتى لو كان داخل نفس المنطقة يعني دي فروقات طبيعية وما ننساش أنه البيئة اللي تربى فيها أب وأم مختلفين وأب وأم من الجهة الأخرى مختلفين هون يصنع بيئة مختلفة بين أسرة وأسرة نعم طيب جنب الأسيس لي يجب أو لماذا لا يجب أن يؤدي الاختلافات بين الزوجين إلى الخلاف بينهما يعني هناك اختلافات هناك فروقات لكن ليه المفروض أن الاختلافات دي لا تؤدي إلى خلافات بينهما هو بالطبع الحقيقة لو درسنا ما إحنا مشكلتنا أنه عندنا علم في مختلف الأشياء أما العلوم الإنسانية فما بندرسش بنهمل الموضوع فإنحنا الاختلافات اللي بيننا يجب أنها تقوينا ما يدخليننا نتباعد لكن عند الناس البسطاء عند الناس الجاهلين بتخليهم يتباعد عن بعضهم البعض لكن عند الناس المتعلمين المثقفين إنسانيا لا يجب أن الاختلافات تخلي فيه تباعد بل أنا بقول هناك تكامل وليس تناقض هناك تكامل بين الرجل والمرأة مع أنه مختلفين كل واحد بكمل التاني باختلافي بكمل الآخر وليس أن أناقضه فالاختلاف عند المتعلمين هو تكامل بينما عند غير المتعلمين إنسانيا واجتماعيا بيكون فيه تناقض بين الطرفين وتباعد بينهما الجنب الأساس عايزين أن نوضح هنا كمان أنه لما نقصد التعليم يعني لازم يخش مدرسة وجامعة وكلية ولا تقصد التعليم المعرفة عن طريق حضور مثلا ندوات أو للطلاع أو نقرأ كتب معينة حتى نحن نتعلم منها هو التعليم على الأقل لثقافة عامة يعني تجرى مواضيع إنسانية تجرى كتب نفسية كتب علم اجتماع تحضر ندوات كل هذه أشياء تزيد معلومات الشخص الآخر وبتكون عن اختبار على الندوات بتكون فيها نوع من الاختبار فهي قريبة للإنسان أيضا وده اللي خلانا شجعنا إن إحنا نطلع بالكاميرا ونصور ونشوف أراء الناس عن موضوع الاختلافات هل تؤدي إلى خلافات أو يجب أن لا تؤدي إلى خلافات خلينا نشوف المقطع الفيديو ده الكليب ونرجع تاني نكمل حديثنا مع بعض جناب الأسيس كيف تبدأ المشاكل في البيت هل الاختلافات في وجهات النظر تؤدي إلى خلافات بين الزوجين؟ اختلافات وجهة النظر بين الزوج والزوجة بيؤدي لمشاكل أكيد طبعا يعني طبيعة الحال لما يكون الزوج والزوجة مختلفين على أراء يمكن أراء بسيطة أراء بسيطة بتؤدي لخلافات وخلافات وراء خلافات بتؤدي لمشاكل والمشاكل بتؤدي لتشطط الأسرة تشطط الأسرة بيؤدي لتشطط الأبناء هذا بطبيعة الحال طبعا اذا الاختلافات عم تحكي فيها اختلافات على نمط الحياة نمط المعيشة نمط العبادة كل هول الاختلافات بدون يوصلوا للمطرح انه يصيروا خلاف كتير كبير لانه الاختلافات الصغيرة اللي بيجيها للواحد بفترة المراهقة هي بتصير سبب خلاف كتير كبير بفترة الزواج بتصور انه ما بعد هاي المرحلة بتصير الخلاف اكبر واكبر بصيروا living in two different planets اول شي بتبتدي انه الخلافات اول شي الخلافات كل واحد عقلاته الشكل بالدني ما حدا عقله بيشبه التاني او المتطلبات الحياة في ناس عندهم متطلبات محدودة في ناس افاق اكتر فاذا المرأة طالب اشي اكتر جوزة بيقدر يلبي بالبيت فيصير خلافات اذا بتقتنيا بالقدر الممكن الموجود بالبيت فما بيصير خلافات فكل امرأة عنده طموح معين وهيدي بتتعلق هي شو بده من الحياة بيبين بكتير محلات بنعكس بكتير محلات لما تسيطر عملية القلق على عملية السلام لما تسيطر عملية الخوف على عملية الامان لما يبطل فيه وقام داخلي بالبيت بيكون القلق والمشاكل بلش يتكبر هلا قداش بتكبر تتوقف على حكمة الزوج والزوجة لانه هيدا اللي بيوت كلهم في عندهم مننا بس في بيوت بتروح فيها لالاخر بتكبر العمل لما اي طرف من الطرفين بصير يعمل جهده ليغير الآخر بصير فيه مشاكل كتير وكلنا بنمر بفترات مشاكل ولكن الاهم انه نقبل الآخر مش نغير الآخر اثنينا بنتغير ويضل اساسا عامل الثقة موجود اللي هو الكلمة المفتاح للعلاقة الصحيحة بالبيت وخارج البيت يعني هو النكد والروتين هيدا اللي بيجي بالمشكل ما خاص للزوجة ولا الزوج فيه زوجة كتير منيح فيه زوجة كمانا كتير منيحة فيه زوجة كتير نكدية يعني من اتنين يعني ما في لأ انا ما بحط الحق على الرجال او الحق على المرأة لا برجع بقولك فيه زوجة نكدية وفيه رجال غيور شكاك ما بعرف مش منيح عاطل فيه فيه جناب الأسيس احنا شفنا بعض الأراء او يعني تعتبر متقاربة وفيه بعض منها يعني ليهم أراء مختلفة نعم هناك اختلافات وهناك اختلافات كتير بين الزوج والزوجة طبعا المفروض ما لا تؤدي إلى خلافات لكن عامة نعم بتؤدي إلى خلافات فالسؤال المهم اللي حب أسأله لحضرتك هل هناك مستوى للتفاهم والتواصل بين الزوجين حتى أن الخلافات لا تؤدي إلى خلافات طبعا فيه عدة مستويات يعني مش بس مستوى واحد فيه عدة مستويات للتفاهم بين الرجل والمرأة وكل ما صار المستوى اللي عندنا أعمق كل ما كانت حياتنا أفضل وأقرب للسعادة فمثلا المستوى الأول هو اسمه مستوى الغرباء مستوى الغرباء يعني أنت بتكلم واحد غريب شو كيف بتكلمه هيك بتوجس يعني بتحفظ فيه بعض التعامل بين الزوج والزوجة بتحفظ أو بتوجس وهكذا بس تسأل كلمات خفيفة هات كده يعمل كده سو كده أكتر من هيك ما فيه فهذا اسمه مستوى الغرباء بين الزوج والزوجة بس فيه على أشياء تمشي بينهم وبينهم بينهم وبين بعضهم دون ما أشيب داخل القلب أو من العاطفة وبعدين فيه عندنا المستوى الآخر اللي هو الحصول على معلومات حصول على معلومات إنك تسألها سؤال تأخذ منها معلومة حد سأل علي رح تعمل كده اليوم بس تأخذ معلومات مش أكتر من شي فمستوى السؤال للغرباء صباح الخير صباح النور واللي أحسن منه شوية مستوى الحصول على معلومات إنك تأخذ منها هتعمل كده هنعمل كده كيف بدل نتقابل مع بعض وهكده فمستوى الحصول على معلومات بعدين بيجي مستوى أعمق أكتر شوي إبداء الرأي يعني تيجي تقول لزوجتك أنا رأي كده هذا مستوى أعمق من حصول على معلومات حصول على معلومات براني الرأي تبتدي تدخل حالك أنت بالموضوع وتقول أنا رأي كده ورأي كده أيضا ويجينا إشي تالت رابع هو إبداء العواطف أنا بحب كده أنا بكره كده إذن تلتقي من العقل إلى القلب فهنا إبداء العواطف والمستوى الخامس والأعمق والأعمق ويارد كل مننا يصل إله اسمه المستوى التصحيحي يعني المستوى التصحيحي إن الواحد مراته تخطئ وهو يصححها المرأة جوزها يخطئ وهي تقدر تصححه بدون ما الاتنين يزعلوا من بعض يعني كيف الصححح هكو أنت ما تزعل مني وأقول لك إنك أنت غلطان فهذه هؤلاء المستويات الخامس اللي هو أتبع الغرباء والحصول على معلومات وبعدين إبداء العواطف وبعدين المستوى التصحيحي فكل هذه المستويات هي مستويات التعامل مع بعضنا البعض في البيت كزوج وزوجه طب يا ترى يعني حضرتك لو سألنا السؤال الصعب ده هل كل الناس بتوصل لكل المستويات اللي ذكرتها حضرتك ولا بيتوقفوا عند مستوى أو اثنين أو ثلاثة يعني هل الكل بيوصل لكل المستويات لا طبعا مثلا عنده علاقة عميقة هو وعياته هيوصل للمستوى الخامس اللي هو المستوى التصحيحي لكن العلاقاته مش جيدة ما عمره يوصل للمستوى التصحيح يعني ما يتجرأ ويصحح يعني نقدر نقول حضرتك إنه فعلا فيه ناس كتيرة مش قادرة توصل للمستوى الخامس وبهذا ننتهي أو ننهي حلقتنا لهذا اليوم في حلقة تانية هنتكلم عن نصائح للزوجين الحلقة القادمة انتظرونا سنتكلم في هذا الموضوع ولكم كل التحية موسيقى اشتركوا في القناة